في إطار أنه نحن نتحول إلى الاقتصاد الأخضر وإحنا لو أفتكر كويس يعني وإذا كنا ما بتخنيش إحنا أول مبارح كنا بنتكلم عن الإدارة الذكية للمخلفات الصلبة وعلاقة المخلفات بتغيرات المناخية وما إلى ذلك وكان محدثنا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان الخبير البيئي وأستاذ العلوم البيئية فحظنا الرائع أنه دكتور عبد المسيح بنفسه موجود معنا في الستوديو أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك سازيوس إزاي الصحة كله تعمل في فن الحمد لله أنا ممكن يجي على بالي السؤال بتاع أي مواطن بسيط إيه علاقة المخلفات بالتغيرات المناخية يعني ناس تجدوا لك التغيرات المناخية أكيد بسبب الصناعة هل المخلفات لها دور بتلعبه في مسألة هذه المتغيرات المناخية بالتأكيد طبعا لأن ده ضمن المنظومة اللي هي على سطح الكرة الأرضية المخلفات توجد في كل مكان حيث توجد إعاشة الإنسان توجد مخلفات إحنا مخلفاتنا على سبيل المثال في مصر حوالي 26 مليون طن يعني ده رقم كبير جدا فالمخلفات دي موجودة في كل مكان لو أنا رمية المخلفات دي في الشارع على سبيل المثال هتتحرق تمام حرق المخلفات ده ينتج عنه إيه سانوكسيد الكربون طبعا المسبب الرئيسي لظاهر التغير المناخ وبالتالي أحد المسببات الأساسية مع الكميات المتوالدة الكثيرة إحنا بنتكلم عن مخلفات صلبة ما تكلمناش عن مخلفات زراعية مخلفات أخرى طلعها من الصناعة إلى آخر إذن كل هذه المخلفات مخلفة على خلافة البيوت والصناعة واللي هي الحاجات اللي بيشغالها الإنسان المدرسة الشارع المستشفى الحاجات اللي هي الأساسية كل دي حضرتك لو تراكمت وتحطت في الشارع وتحرقت أو حتى سبناها تتوالد وبالتخمر تطلع سانوكسيد الكربون هذا مسبب رئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري أو تغير المناخ إذن العلاقة وثيقة جدا ما بين تراكم المخلفات وما بين التغير المناخ